Essential Science Indicators Essential Science Indicators هي عبارة عن تجميع لإحصاءات أداء العلوم وبيانات الاتجاهات المستمدة من Web of Science Core Collection يتم استخدام المقالات والمراجعات وأعمال المؤتمرات ومذكرات البحث فقط لتصنيفات الأداء في ESI تتكون البيانات من ملف متجدد لمدة عشر سنوات ويتم إعادة حساب الاستشهادات مع كل تحديث كل شهرين ستجد في ESI ترتيباً للمؤلفين والمؤسسات والبلدان والمجلات عبر 22 تخصصاً واسعاً ستتمكن أيضاً من عرض الأبحاث عالية الاستشهاد والأبحاث الساخنة التي تتلقى الاستشهادات بسرعة بعد النشر من أجل التضمين في ESI يجب أن يفي أي بحث أو مؤسسة أو مجلة أو بلد أو باحث بحدود استشهاد معينة عند مقارنتهم بنظرائهم لكي يتم تضمينها كأحد كبار الباحثين يجب أن يكون إجمالي عدد الاستشهادات للأعمال المنشورة لشخص ما في أعلى 1% عند مقارنته بنتائج جميع الباحثين الآخرين العاملين في نفس المجال الذين نشروا في السنوات العشر الماضية تأتي المؤسسات المصنفة في أعلى 1% بناء على إجمالي عدد الاستشهادات بأعمال الباحثين التابعة لتلك المؤسسة هذا بالمقارنة مع إنتاج عشر سنوات لجميع المؤسسات التي تنشر في نفس التخصص يجب أن تكون أفضل البلدان والمجلات في أعلى 50% للاستشهادات بإنتاجها في مجال معين خلال العشر سنين الأخيرة للتضمين قورقة بحثية عالية الاستشهاد يجب أن يكون إجمالي عدد الاستشهادات للبحث بأعلى 1% عند مقارنته بجميع الأبحاث الأخرى المنشورة في نفس العام في نفس التخصص بالنسبة للأوراق الساخنة يتم النظر فقط في الأوراق المنشورة في العامين الماضيين الأوراق الساخنة هي تلك الأبحاث الموجودة بأعلى 1.1% عند مقارنتها بجميع الأبحاث الأخرى المنشورة في نفس التخصص في نفس الإطار الزمني يسمحه لك العرض المرئي بالمرور فوق بلد ما والاطلاع على عدد أهم الأوراق لذلك البلد في ESI أهم الأوراق هي كل من الأوراق عالية الاستشهاد والأوراق الساخنة أسفل الخريطة يمكنك عرض المعلومات العالمية لكل تخصص من تخصصات ESI على سبيل المثال يمكنني أن أرى العدد الإجمالي لWeb of Science Documents في الطب السريري لفترة العشر سنوات الحالية وإجمالي عدد الاستشهادات التي تلقتها تلك الأبحاث ومتوسط الاستشهادات لكل بحث وعدد أهم أوراق الطب السريري حاليا في ESI يمكنك تغيير العرض وتصفية نتائجك باستخدام الخيارات الموجودة على اللوحة اليسرى يؤدي أن نقر فوق دولة إلى إضافة عامل تصفية إلى نتائجك يعرض الجدول الآن الحقولة التي صنفت البرازيل فيها كدولة عليا وكذلك إنتاج البرازيل لمدة عشر سنوات في كل تخصص الترتيب الافتراضي هو عن طريق الاستشهادات من الأعلى إلى الأقل سيؤدي النقر فوق رأس أي عمود إلى إعادة ترتيب القائمة سيؤدي تغيير خيار قائمة النتائج في اللوحة اليسرى إلى إزالة أي عوامل تصفية على سبيل المثال إذا أردت عرض قائمة بالمؤسسات البرازيلية المصنفة في ESI فسأبدأ بتغيير قائمة النتائج الخاصة بي لإظهار أسماء المؤسسات تمت إزالة عامل التصفية الخاص بالبرازيل الموجود لدينا والآن أشاهد جميع المؤسسات في ESI سيؤدي النقر فوق البرازيل الآن إلى إضافة عامل التصفية مرة أخرى انقر فوق Clear لإزالة كافة اختياراتك للعطور على مؤسسة معينة في ESI ابدأ بتغيير قائمة النتائج لإظهار المؤسسات يحتوي رأس عمود المؤسسة على عامل تصفية والذي سيساعدك في العطور على مؤسسة معينة في القائمة هنا يمكنني أن أرى ترتيب جامعة ييل في ESI استناداً إلى إجمال الاستشهادات لمدة عشر سنوات يمكنني أيضاً رؤية العدد الإجمالي الأهم أوراق ييل عبر جميع التخصصات تؤدي إزالة عامل التصفية إلى العودة إلى قائمة كاملة